السلام عليكم اليوم اشارنا نتحدث عن آلية وضع صورة داخل كلمة باستخدام برنامج الفوتوشوب طبعا احنا هون نستخدم برنامج الفوتوشوب CS5 فمثلا ان هنا مثال كلمة بالستاين داخلها عالم فلسطين ولها خلفية اللي هي صورة قبة الصخرة وعننا كلمة جوردان وداخلها صورة ودرم فراح نشوف كيف بدنا نبلش هاي العملية نبدأ في البداية منذهب نعمل نيو صورة جديدة كما نرا هنا يعطينا الصورة صورة بيضاء ونحضر الصور التي نريد ان نجعلها خلفية للكتابة مثلا صورة الورود الصفراء نكتب النص الذي نريده مثلا نريد ان نكتب كلمة تيك سيفن تيك سيفن اللي هي اسم قناتنا التقنية السابعة نذهب الى اديت ترانسفورم نصنع لها سكيل نضعها في اي منطقة نريدها بهذا الشكل يفضل ان يكون الخط من القطوط الذي تظهر الكتابة بشكل عريض دائما لتظهر الصورة بشكل اوضح داخل الكلمة فاننا دعنا فقط تيك بدون كلمة سيفن المرحلة التالية بعد ان كتبنا الكلمة بهذا الشكل نستطيع او نجعل طبقة الكتابة هنا هي الطبقة الثانية وذلك من خلال سحبها وافلاتها الى اسفل فنرى ان الكلمة اختفت لكنها موجودة لو ضغطنا على العين بجانب صورة الورود سنجد ان الكلمة موجودة الان نحدد الطبقة التي نريدها ان تظهر داخل الكلمة ونضغط على هنا اللي هي زر الخصائص الخاص باللايرز او بالطبقات ونختار create clipping mask مجرد ان ضغطنا على create clipping mask اصبحت الصورة او صورة الورود داخل الكلمة كما نرى نستطيع باستخدام هذا السهم سهم تحرك الصورة ان نحرك الصورة كما نريد صورة الخلفية اذا اردنا ان نجعل للصورة كاملة ايضا خلفية مرة اخرى قد احضرت انا صورة هنا كصورة صحراء ايضا نستطيع ان نجعلها خلفية للصورة كاملة او ان نترك الخلفية بيضاء ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وعمل لايك وشير وتفعيل الجرس شكرا لكم كثير معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة